حتى تستطيع أن تفهم ذلك شوف يا جماعة حتى مع المسرحة في جبالي كان بيكلم فيه أنه حكم الإعدام هو حكم هو الحكم الأشد وهو العقوبة الأعلى والأقوى وأنه ده بيستلزم أنه ننظر إلى هذا الحكم وإلى فتوى أو رأي الفضيلة المفتي بجانب المحكمة بشكل شديد الدقة شديد الدقة خليني هنا نسمع بعد إذن حضراتكم الكلام اللي قاله معالي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وهو بيقول أسبابه في رفض مقترح الحكومة وخلي بالك هذه الأمور تمت منقشتها من خلال اللجنة الفرعية في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بس اسمع رئيس مجلس النواب قال إيه تحديدا في التسبيب أستأذن حضراتكم وقبل التصويت لا بد من توضيح بعض النقاط فالتعديل المقترح من وزارة العدل يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا في المقام الأول وهو ما حدى به إلى التدخل للتوضيح فنحن نتحدث عن عقوبة الإعدام وهي ليست بالأمر الهيئ لا سيما على المجال الدولي ولا شك أن أغذى رأي المفتي مرتين هنا قد ينظر إليه على أنه ضمانة للمتهم وبالتالي فإن الأغذى بهذا المقترح قد يكون له مردود سلبي اقتراح الحكومة الآن له مردود سلبي على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري والمفترض أن وزارة العدل تكون الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة على مناقشة هذا الملف من ناحية أخرى فقد استرع انتباهي أن مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة النقد الهيئة العامة للمواد الجنائية فالطعن رقم تسع واربعين ألف ثلاثمائة وتسعين لسنة خمسة وسبعين قضائية بجلسة الثاني عشر من نوفمبر سنة ألفين وستة وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته ماذا انتهى إليه هذا الحكم انتهى إلى وجوب استطلاع رأي مفتي الجبهورية قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطًا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون مؤكدًا أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقد الحكم يعيد الدعوة إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقود فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام ماذا تفعل؟ وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكمٍ جديدة لم يسبق لها نظر الدعوة حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي المفتي الجمهورية قبل الحكم وليكون الرأي العام على بينةٍ من ذلك وهي مقاصد تراها هذه الهيئة أي الهيئة العامة للمواد الجنائية في محكمة النقط وهي أعلى جهة في محكمة النقط تشكل تشكيلًا خاصًا عند الخلاف في الرأي وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمةً جديرةً بالإحترام وهنا أوضح أرجو الانتباه أنه بمراجعتي لمضابط جلسات اللجنة الفرعية المشكلة للصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح الذي قدم اليوم من الحكومة قد أثير من أحد السادة أعضاء اللجنة وتم رفضه تم رفضه من من؟ هذه هي المفاجأة تم رفضه من ممثلي وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية وكانت هي المفاجأة يعني تم الرفض من ممثل وزارة العدل وممثل وزارة الشؤون النيابية أو المجلس النيابي